نهاردة الرئيس واجه الشكر للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء مهندس محمد شاكر وزير الكهرباء أنا رأيي أنه غير كفاءة هذا الرجل هو نموذج للوزير الذي نتمناه يعني إيه؟ يعني هو مش وزير منفذ بس يعني إحنا عايزين نعمل كذا فروحاته ودي أنا رأيي أنه أهمية الوزير اللي بيفهم في المجال بتاعه أن يعطي النصيحة الصحيحة لصنع القرار قدي أنا الخبير في الكهرباء مهما كان صنع القرار خبير في أي شيء هو في حد بيقدر أنه ينصحه وينصحه صح بئس الدول اللي فيها صنع القرار لا ينصح بشكل صحيح كان الأستاذ إيه كان الله يرحمه يقول لي أهم حاجة عمر النصيحة لازم صنع القرار يتنصح بشكل صحيح وكان ليه تعبير إنجليزي يعني أن ينصح بشكل صحيح ويكون حواليه ناس بتنصحه بشكل صحيح فرأيي أنه الوزير محمد شاك الوزير الكرابة هو من الوزراء اللي قدروا يعملوا الكلام ده ونتيجته باينه يعني الامتحان حصل ونجح وقدر إنه هو يعمل لنا إنجاز عظيم لأنه راجل بيحب البلد راجل عالم في مجاله راجل محترم راجل نظيف هي دي صفات الوزير اللي أنا عايزه والأهم نهاردة والرئيس بيقول له بس الفلوس قال له لا قال له بس مش روش على موضوع قال له لا أنا حناخد حقنا ده موضوعه ده موضوع ما قالوش رئيس أيوة ما فيش مشكلة قال له لا ما فيش كلام من ده فالراجل اللي بيدي النصيحة الحق الراجل اللي مليقش المسؤول الراجل اللي يعمل الجهد بقلب الراجل اللي موجود في وظيف عشان بيحب بلده هو ده الوزير اللي أنا عايزه دي صفات الوزير التي أريدها في كل الوزراء والمسألة دي طبعا ليست من السهولة بمكان ترجمة نانسي قنقر